الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسوله ثم أما بعد لو الإنسان بيصلي بالمسلمين إمام وأثناء الصلاة ننسي التشهد الأول وقام بعد كده واحد من المأمومين ذكروا قال له سبحان الله رجع أعاد وأتى بالتشهد الأول وأكن بلا صلاة هل خالف في ذلك؟ نعم خالف المفروض التشهد الأول واجب يعني النسي خلاص الإنسان ما يرجعلوش تاني خلاص يسجد للسهو في نهاية الصلاة طب هو خلاص نسي أو يعني لما ذكروا أحد من المأمومين خلفه برضو التاني اللي وراء كان يجهل حكم فخلاص يعني نزل وما كان يعلم ذلك خلاص نقول له الصلاة صحيح هو أول حاجة ممكن شي طالما أمت خلاص ونسيت التشهد خلاص كامل صلاة كعادي وسجد قبل ما تسلم ستنسه طيب أنا هو ضرب لخم وخلاص أو يعني ما أخذ باله فاضطر منه ينزل نزل ما كان لك أن تنزل خلاص ما ينفعش إنك تنزل طب أنا نزلت وخلاص صلاة صحيح ما عندنا دليل من الكتاب والسن أول إن الإنسان لو نزل من التشهد نزل من القيام للتشهد تبطل صلاة ما عندنا دليل بقول كده فأقوله الصح نو كان كمل بقى فأبنسه خلاص بقدر اللي عزغل خلاص الصلاة صحيحة ولا شي كل ما علاء أن يسجد لسجد إنساه وقبل السلام والصلاة صحيحة والله أعلى وعلا